الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة استمعت في جلسات منفصلة لمقترحات وتصورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لهيئات الموثقين والمركز الوطني للدراسات والابحة القانونية هذه الاجتماعات تأتي في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين بالمملكة اليوم المجلس الوطني لحق الإنسان بعد مصادقة جمعيته لعمهات الصباح على مذكرته قدمها أمام اللجنة الخاصة بتعديل مدونة الأسرة مذكرة المجلس الوطني لحق الإنسان تعتمد على أربعة مبادئ أو مداخل أولا هي مبدأ المساوات وعدم التمييز مبدأ الثاني هو مصلحة الفضلة للطفل مبدأ الثالث عدم ترك أحد خلف الرقم والمبدأ الرابع هو توسيع سلطان الإرادة وكان صاحب جلال الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابية من خلال منظورها للمساوات والتوازن الأسري وما أتحته من تقدم اجتماعي كبير جانب الأول هو ما يتعلق بالدم المالي المشتركة بين الزوجين الشق الثاني هو ما يتعلق بحماية مال القاسر والشق الثالث هو كل ما يتعلق بإشهار هذه المعاملات للمهنيين خصوصاً وفي مرحلة أخرى بالنسبة للمعنيين بالأمر حاولنا أمكن ذلك النواقص التي تعتالي مدونة الأسرة كان مشكلة ديال التعدد، مشكلة ديال الزوج القاسر مشكلة ديال النيابة الشرعية حاولنا ما أمكن أن نقشوها مع مجموعة ديال الأكاديميين خرجنا بحد مجموعة الخلاصة اللي وقدرنا تقرير خيتامي لحاول ديال توصيل ديال الندوة وعن عرضوها اليوم إن شاء الله لهذا العضاء ديال اللجنة أتمنى الله أن نكونوا متوفقين وتواصل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة جلسات الاستماع مع مختلف الفاعلين المعنيين تنزيلاً لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة